موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة أخبار 7E News من قناة الظفرة أهلا بكم والبداية مع العناوين رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبطة بن تسعود الرئيس التونسي يعلن رفض بلاده لمساعدات أوروبية بشأن ملف الهجرة لاجئون غورنو كرباخ أمر واقع عنوانه المأساة هيثم الغيس أوبك ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطة بن تسعود بن عبد العزيز آل سعود كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دوبي رعاه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتين تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامر الدكتور فرانك فالتر رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتين تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان برقيتين تهنئة مماثلتين إلى المستشار الاتحادي أولف شولتس أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم أربعين لسنة الفين وثلاثة وعشرين بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليه عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائباً للرئيس وعضوية كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومعالي محمد هادي الحسيني ومعالي ريم بن تبراهيم الهاشمي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي محمد مراهيم الشيباني ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح وسعادة هلال سعيد المري على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني عضواً منتدباً لإدارة أعمال المؤسسة ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريرة الرسمية أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة عدة مراسيم أميرية تنص على ما يليه ينقل سعالة المهندس خالد بن بطي عبيد المهيري من دائرة التخطيط والمساحة إلى دائرة الإسكان وتعينه رئيساً للدائرة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بترقية سعالة المهندس حمد جمع الشامسي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعينه رئيساً لدائرة التخطيط والمساحة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بنقل وترقية سعادة علي أحمد علي وتعينه رئيساً لهيئة الشارقة للثروة السمكية وترقيته إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعين سعادة حمد علي عبدالله المحمود بمنصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة وترقيته إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وعضواً في المجلس التنفيذي للإمارة كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية محمد بن صغر بن حمد القاسمي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعينه رئيساً لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية سعادة أسماء بن راشد أمين عامل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى درجة رئيس دائرة على النظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن ترقية سعادة أحمد سعيد علي الجروان أمين عامل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة إضافة إلى ذلك أصدر صاحب السمو مرسوما أميريا بشأن استفدال مسمى برنامج إسكان الشارقة في إمارة الشارقة أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى بمسمى دائرة الإسكان في إمارة الشارقة بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مع تاكا يوكي أويدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية انبيكس سبل توسيع نطاق الشراكات الحالية لتشريع جهود إزالة الكربون في قطاع الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم واعتمد المجلس مقترح برامج التمويل الجديدة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد والتي تستهدف دعم المشروعات الجديدة للطلبة والخريجين والتوسع في المشاريع القائمة المدعومة من رواد في القطاعات الحيوية بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية ومعالي ألبيرتوفان وزير خارجية جمهورية تشيلي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كفة جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة سانتياغو ذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي قال معالي سهيل بن محمد فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المشغلة في دولة الإمارات للعام الفين واثنين وعشرين تسهم بنحو خمسة عشر فاصل ستة في المائة في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق ثلاثين بالمائة بحلول العام الفين وثلاثين ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة عشرين خمسين وأضاف معاليه على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أدبك الفين وثلاثة وعشرين أن الدولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة الفين وثلاثة وعشرين ضمن الإصدار الثالث من الترتيب والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع تحدث الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب ثمانية وعشرون خلال كلمته الافتتاحية في أدبك الفين وثلاثة وعشرين عن جهود تسريع خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة قبيل استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف كوب ثمانية وعشرون في نوفمبر نتابع مقتطفات من الكلمة كل人 يجب أن يكون في الوقت لتجعل التنسفورميشن البروغرس يحتاج إلى الأطراف كوب ثمانية وعشرون في نوفمبر نتابع مؤتمر أيضا جدا لسيطة تخطيطة تقبيل المعنى لا أحد تقبيل المعنى تقبيل المعنى تقبيل المعنى تقبيل المعنى ومعنى كم يحتاج إلى المعنى ويذلك اليوم أستضافيكم النظر وحب وفر تسلم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية لسعادة تريسي رينولدز قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي ورحب سعادته بالقنصل العام الكندي بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد تسلم سعادة سيف عبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة فريدريك فلورين سفير مملكة السويد لدى الدولة في ديوان عام الوزارة وأتمنى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده من جانبه أعرب سفير مملكة السويد الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله تسلم سعادة سيف عبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة تيانغ بهادور سفير النيبال لدى الدولة في ديوان عام الوزارة واتمنى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله لما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده من جانبه أعرب سفير النيبال الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة وإلى الأخبار العربية والعالمية أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده لتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم موازنة تونس مقابل تعزيز جهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وقال سعيد وفق بيان للرئاسة التونسية أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة ولا تريد التعاطف بل لا تقبل به إذا كان دون احترام معرباً عن رفضه بلاده لما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي وأشدد على أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر ولم تكن أبداً سبباً في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الأفريقية يكافح اللاجئون من إقليم نورنو كارباخ لتجاوز حالة الصدمة والتكيف مع واقعهم الجديد بعد فرارهم من منازلهم نتيجة أعمال العنف وتجدد الاشتباكات العسكرية هناك وتقول إحدى اللاجئات الأرمينيات ما نطلبه اليوم هو أن يكون هناك عودة آمنة لنا إلى منازلنا دون أن نتعرض للحصار أو يضيق الخناق علينا يذكر أن ما يقارب من مائة ألف شخص فروا من إقليم كارباخ إلى أرمينيا منذ اندلاع أعمال العنف وتجدد الاشتباكات العسكرية بين الجانبين اتسع نطاق حريق غابات في ولاية فكتوريا الإسترالية إلى أكثر من ثلاثة أميال في الليلة الماضية يأتي ذلك في وقت حثت فيه السلطات السكان في ولاية تسمانيا على الإخلاء بعدما أججت موجة حر الحرائق المشتعلة في جنوب شرق البلاد ووفقا لسلطات الإطفاء هناك والتي نشرت حوالي 650 رجل إطفاء فقد اندلعت النيران في حوالي 17 ألف هكتار بعدما سهمت الرياح القوية في انتشار النيران مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجليه أمام محكمة في نيورك في مواجهة تهدد إمبراطورية الأعمال التي شكلت شخصيته العامة ودعمت ترشحه للبيت الأبيض المحاكمة تأتي بسبب دعوة قضائية رفعتها المدعي العامة في نيورك العام الماضي تتهم فيها ترامب وآخرين بما في ذلك اثنان من أبنائه البالغين وشركاته بتضخيم قيمة أصولهم بشكل احتيالي للحصول على قروض وتأمين مناسب إلى مقال اليوم مشاهدين مقال اليوم اخترناه لكم من موقع 7E News للكاتبة ميرنا زخارية باحثة في علم الاجتماع السياسي بعنوان تحية للجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية جاء فيه إن خبر بدء الاستحقاقات الانتخابية ما هو إلا خبر عادي جدا في كل دول العالم وخبر بدء الحملات الدعائية الانتخابية ما هو أيضا إلا خبر عادي هو الآخر في معظم دول العالم أما خبر بدء حملات حماية الناخب من المضايقات غير السليمة فهذا ما يعتبر خبرا فوق العادة فمن الرابع حتى السابع من الشهر العاشر أكتوبر من العام الجاري 2023 سوف تكون دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وكلنا بات على دراية بأثر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف تشكيلاتها وتحديثاتها على قرارات المتابعين أكانوا ناخبات وناخبين أم مرشحات ومرشحين أم حتى مجرد مراقبات ومراقبين عاديين وفي خطوة سباقة حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على حسن سير الاستحقاق ضمن معايير عالية الجودة ليس فقط من أجل ضمان تعزيز التفاعل بين الناخب والمرشح بشكل خصوصي كما والتقيد بنظام الدولة بشكل عمومي بل من أجل عدم خداع المواطنات والمواطنين وأيضا عدم إزعاج الناخبات والناخبين على حد سواء إلى أخبار بانراما مشاهدين تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي 2023 في منارة السعديات تحت شعار مسألة وقت وذلك خلال الفترة من 29 وحتى 31 من أكتوبر 2023 لاستكشاف تغيير علاقتنا مع الوقت وكيف يمكن للثقافة أن تبدل مفهوم العالم للوقت تجمع الدورة نخبة من أبرز القادة في الثقافة والفن والإعلام والسياسة والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة في جلسات تتناول كيفية تحويل الوقت من الطابع الميكانيكي الذي يميزه في عصرنا الحالي إلى طابع ثقافي جديد كاريكاتير اليوم اخترناه لكم من جريرة الاتحاد الإماراتي بريشة الفنان الشريف عرفة بعنوان الأزمة الأوكرانية أما إنفغراف اليوم فقد اخترناه لكم من وكالة أنباء الإمارات بعنوان المصرف المركزي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% خلال العام 2024 أما في التغريدة الأولى لهذا اليوم فقد اخترناها لكم من المكتب الإعلامي التابع لحكومة دبي جاء فيها مؤسسة دبي للمستقبل تستضيف ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 70 متحدثا عالميا سيجتمعون في الملتقى لاستكشاف الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي خلال يومي الحادي والثاني عشر من أكتوبر التغريدة الثانية مشاهدين اخترناها لكم من الحساب الرسمي للشرطة دبي جاء فيها بعونكم نرى الأماكن كما ينبغي أن تكون نتعلم منكم أن الكفاحة والعمل هما أساس الحياة الكريمة جهودكم المبذولة في كل مكان تصنع فارقا لكم منا كل الشكر والتقدير نحن اليوم متواجدين في مبادرة ساعدتكم وغايتنا التي تقوم بتمفيذها القيادة العامة للشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية اللي قاموا بشحد الهمم وجمع جميع الإدارات المعنية في خلق السعادة للفئة المستعدفة اللي هي مهندسي النظافة اللي لهم دور مهم جدا في مجتمع دولة الامراض ومجتمع دبي بشكل خاص فكانت المبادرة هذه نوع من التكريم ومن غد الجميل لهذه الفئة من خلال الفعاليات اللي عملت في مركز شرطة الخيالة بالقيادة العامة لشرطة دبي وكانت الفعالية جدا مختلفة والحمد لله بالعلمين لاقا استحسان كبير من قبلهم ونحن طبعا هذا هو كان الهدف المرجو من هذه المبادرة ونقدم الشكر وفي حديث الكاميرا لهذا اليوم اخترناه لكم من اليابان لرجل ياباني يبلغ من العمر تسعة وثلاثون عاما يدعى جاكي يلفت الأنظار من خلال تعريف نفسه بأنه فرد يبلغ من العمر ثمانية وعشرون عاما حظي جاكي باهتمام واسع النطاق مما أثار محادثات حول مرونة التوقعات المرتبطة بالعمر وقوة التعاطف بين الأجيال إلى أخبار الاقتصاد من سبيني نيوز أعلن معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن أوبك ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وذلك في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية كوب ثمانية وعشرون بهدف استعراض جهودها ومبادراتها وخططها الداعمة للتحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية نتابع هذا الحدث اليوم حدث عالمي استمرار لنجاح ومن نجاح إلى نجاح بالنسخ السابقة لمؤتمر أدبك الحضور ما شاء الله كل سنة يتزايد وهذه السنة يأخذ همية خاصة مثل ما تفضلت بسبب انعقاد مؤتمر الكوب في دبي إن شاء الله خلال الشهرين القادمين أو بعد شهرين اعتقد المنصة اليوم كانت واضحة كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر كانت واضحة عن أهمية إنجاح الكوب من خلال توصيل رسالة لجميع الموجودين بالصناعة النفطية وصناعة الغاز اليوم عن أهمية دور هذه الصناعات في إنجاح الكوب نحن كلنا بالنهاية نتطلع إلى أن يكون هناك عالم نتمتع فيه في البيئة النظيفة البيئة الصحية للبشرية بشكل كامل متكامل في كل أنحاء العالم فبالتالي كلمة معالي الدكتور سلطان اليوم وموقف دول أوبك كذلك نلابد أن يكون استمرار لدور الصناعة النقطية في وضع حلول للمشكلة أعلنت MW Energy الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر وشركة W Solar Investment عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والموارد المائية في تاجاكستان لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات على أقل تقدير تشمل مشاريع طاقة شمسية عائمة وطاقة كهرومائية في تاجاكستان التي تعتبر دولة غير ساحلية وغنية بالموارد المائية وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من معالي إسهيل بن محمد فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي دالار جمعة وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية تاجاكستان على هامش منتدى دوشانبي الدولي للاستثمار وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم العربية والخليجية نتابع وإلى أخبار الرياضة من سبيني نيوز أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو عن إجراء القرعة عبر تقنية الفيديو يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الحالي بإشراف الاتحاد الدولي لللعبة ويستضيف اتحاد الجودو البطولة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من أكتوبر الحالي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آلنهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وأعلنت ثلاثة وستون دولة حتى الآن مشاركتها في البطولة من بينها ثماني منتخبات عربية هي البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، المغرب، لبنان وجيبوتي ومنتخب الإمارات الذي يشارك بثماني لاعبين ولعبات يخضع منتخبنا الوطني للجيجدسو غدا الأربعاء لإجراءات الوزن الرسمية في صالة القرية الأولمبية بمتينة هانجسو في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الصين لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة الرسمية في أكبر حدث آسيوي أولمبي وعن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية ختام النشر مشاهدينا وهذا تذكير بالعناوين رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبطة بن تسعود الرئيس التونسي يعلن رفض بلاده لمساعدات أوروبية بشأن ملف الهجرة تجئون غورنو كارباخ أمر واقع عنوانه المأساة هيثم الغيس أوبك ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية كنا معكم مشاهدين من نشرة أخبار 7E News المزيد من الأخبار المحلية والعالمية تجدونها عبر موقع 7E News الموضح أدنى جميع العاملين عليها يشكرونكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر